كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى في طائر الفشر وطائر الروز وما الفرق بين الفشر وبين طائر الروز أهلا وسهلا بكم في قناتكم الحياة عجائب أمامنا الآن طائر الروز لماذا حكمنا على هذا الطائر بأنه طائر الروز لأن هذا الطائر كما نلاحظ نجد أن منقاره فاتح أو أصفر أما طائر الفشر فنجد أن منقاره يكون أحمر أو يكون وردي كما أننا نلاحظ أن طائر الفشر تكون عنده حدقة حول العين الحدقة تكون كبيرة تكون متسعة تكون واضحة كما نرى هناك حدقة كبيرة وهناك منقار وردي أو منقار أحمر فكما نلاحظ الفرق واضح جدا الحدقة البيضاء حول عين طائر الفشر والمنقار الداكن الأحمر أو الوردي فالفرق واضح يعني هذا أمر بسيط جدا أكبر عيوب هذا الطائر طائر الفشر وطائر الروز أنه مما يصعب التفرقة بين الذكر والأنثى هنكلم الوقت على بعض الأمور أنا عارف طبعا أن أنت حيران يعني أنت فعلا محتار ومش قادر تحدد يا ترى الزوج اللي عند ده هو هل هو ذكر وأنثى ولا هما ذكرين ولا هما نتايتين أنثتين اتنين هنعرف في الوقت بس في أمور لازم أن أنت يعني تكون يعني تاخدها من باب الأولويات لما أنت تكون عايز تربي عصافير فشر وروز لازم تشتري هذه العصافير من مصدر موثوق ليه بقى؟ لأن لو أنت رايح تشتري عصافير الفشر والروز من المحل طبعا صاحب المحل يعني ممكن يكون أيضا هو ما عنده شي خلفية أو ما عنده شي خبرة فممكن هو عايز يبيعه خلاص يقولك دمة الذكر وأنثى وفي الآخر بعد سنة ولا سنتين بعد ما تربيهم تلاقيهم أنهما كانوا ذكرين فطبعا يعني ده أمر صعب جدا فإزاي أن أنا فرق بين الذكر والأنثى؟ فيه إشاعات كتيرة وفيه خرافات كتيرة يعني فيه ناس مثلا تقول أن أنت تفرق بينهم ببعض العلامات التقديرية يعني هي مسألة تقديرية يعني أنت هتفضل قاعد حيران يعني أنا هقولك بعض العلامات العلامات ده هيت أنت تقديريا كده هتقول ده هو الذكر وده هيت أنثى ده علامات تقديرية لكن هيبقى لسه معنا الأمر القاطع اللي ما فيش فيه شك اللي هو تحليل الـDNA لكن المشكلة أن أنت عشان تحلل التحليل الـDNA هتلاحظ أن التحليل ده غالي جدا التحليل غالي والطيور أصلا يعني عصافير الفشر والروز يعني عصافير رخصة مش غالية قوي إلا بعض التفارات الغالية ففي التفارات الغالية لازم تحلل تحليل الـDNA عشان ما تعودش في حيرة من أمرك وعشان يعني تنتج عندك مش تقعد سنة أو سنتين وفي الآخر تلاهم زكرين أو تلاقي كان عندك يعني أنثتين فتلاقي البط كله طريع فارغ فأنت طبعا لابد عشان تحدد تحديد الجنس وتعرف الفرق بين الذكر من الأنثى هاللاحظ أن فيه خرافات كتير في الموضوع ده يعني يعني فيه ناس تستخدم قطعة من المعدن ويقولك البندول ده هوت اللي مش عارف انلف بطريقة دائرية يبقى كده أنثى يعني مسألة كلها لا أعتقد في مثل يعني هذه الخرافات فاللي بتحكم في الحركة بتاع المعدن ده هوت اللي بتحكم فيها حركة إيديك أو اهتزاز إيديك فأنت ممكن تخليها على بشكل دائري أو شكل مستطيل يعني المسألة دي مش قطعية أنا بقولك هتفضل في حيرة من أمرك فلازم أن تشتري الطيور ده هي من مصدر موثوق ابتعد عن المحل لأن صاحب المحل عايز يبقى وخلاص اشتريهم من واحد يكونوا أنتجوا عنده ويكون أنهما ذكر وأنثى ويكون إنسان أمين ده أفضل حل يعني أنا شايف أنه ده أفضل حل طيب هل هناك علامات تقديرية أن احنا نستطيع من خلالها أن احنا نتعرف على طائر الفشر وطائر الروز نعرف الذكر من الأنثى آه يقولك أن الاتساع الحوض بس يا جماعة اتساع الحوض عند الأنثى يعني العظمتين آه عند الأنثى بتكون أوسعة طب ما ده شيء طبيعي لأن هي طبعا آه عشان البيض وكده فبتكون إيه الأنثى موسعة موسعة لعملية البيض فبيكون آه فتحتين العظمتين آه وسعين بخلاف الذكر العظمتين عنده بيكونوا ديئين بس المسألة دية ما بتتضحش إلا بعد البلوغ يعني ما تجيبش كده حاجة يعني عصفير زغيرة وتقول إن هم هعرفوا الفرق من الذكر من الأنثى من العظمتين لا طبعا المسألة دي مش هتتعرف ألا بعد البلوغ وإن الأنثى هتكون ممهدة لوضع البيض فبتبدأ العظمتين توسع عشان تمهد لعملية وضع البيض طيب العلامة التانية يقولك علامة إن رأس الذكر بتكون رأسه كبيرة شوي ورأس الأنثى بتكون يعني صغيرة شوي علامة تقدرية علامة تقدرية يعني ما نقدرش نحدد بها العلامة اللي بعد كده العلامة التالتة يقول طبعا علامة التساء الحض دي علامة قطعية أدام الحض واسع يبقى دي خلاص يبقى كده عرفنا نديه أنثى بخلاف الذكر دي علامة قطعية إنما علامة بقى الرأس يعني رأس اللي هي كبيرة بتاع الذكر أو رأس عريضة شوية وراسل أنثى يعني فتصانة شوي علامة تقديرية ماتقدرش انت تتحدد بها يعني ماتقدرش الحاجة اللي بعد كده خلي بالك معاي الحاجة اللي بعد جاد يقول لك مثلا ايه ايضا لما نجiko القول في التساع الحض نلاحظ يقول لك ده الأنثى لما بتجي توقف على المجسم باللاحظ ان رجلها ايه رجلها مفتوحة يعني الوقفة بتاعتها بيكون فيها التساع بخلاف الذكر الوقفة بتاعته بيكون فيها يعني ايه بيكون ديئة يعني برضك دي ايه علامة ايه علامة ايضا تقديرية ايضا لطبعا نتيجة اختلافات الوقفة يعني ممكن الانثى تقف مرة فيكون ايه وقفة على المجسم فيكون ايه فتكون وقفة ايه مديقر ليه المسألة بتاع اللي انت تمسك الانثى او تمسك الذكر وتحط ديك على عظمتين العظمتين وتشوفهم هل هم وسعين ولا ديقين دي علامة قطعية ايضا من العلامات اللي هتعرف لنا في بعض الناس تقول ان ايه ان الانثى بتكون عريضة يعني جسمها ايه عريضة شوية وبتكون قصيرة شوية عن الذكر انما الذكر بيكون جسمه ايه يعني رفيع شوية يعني دي بنقوله يعني حتى في الانثى بيكون ايه الانثى عندها هرمونات فبتبلغ بسرعة وبتكون يعني جسمها ملان شوية عن ايه عن الذكر تلاقي الولد كده ايه يعني مثلا تلاقي البنت مثلا لسه صغيرة في تلتة اعدادة او بتاع وتلاقيها ما شاء الله ايه بلغت بسرعة وجسمها ميلة بسرعة بخلاف الذكر تلاقي جسم رفيع وفيه رفع وفيه طول عن الأنثى بينما الأنثى تلاقيها صيارة وتلاقيها عريضة دي علامة في ناس تانية بتقول برضك من العلامات اللي احنا نستطيع من خلالها ان احنا نعرف الفرق بين الذكر ومن الأنثى عملية التجهيز للعيش طبعا احنا عندنا اللي بيجهز العيش في طيور الفشر اللي بيجهز العيش الذكر والأنثى لكن الأنثى بتكون حريفة بيكون عندها نظام بيكون عندها فن في تجهيز العيش طيب بالنسبة بقى ليه طيور الروز طيور الروز بنلاحظ ان الأنثى هي في الغالب من تقوم بتزبيط وتنظيم العيش فلما نشوفها بقى دخلت العيش وبتجمع والكلام ده فنعرف ان دي أنثى لان في الغالب ان عصفير الروز الأنثى هي من تقوم بعمل العش طبعا الكلام ده ايضا يا جماعة في الغالب يعني مش ممكن يكون الذكر مثلا يقوم بردك في طيور الروز بتجهيز العيش عادي أنا بالقوة بنتكلم فيه الغالب الغالب ان طيور الروز ان الأنثى هي من تقوم بتجهيز وعمل العيش بخلاف الذكر انما في الفشر الاتنين بيقوموا مع بعض دي بعض العلامات اللي هي علامات تقديرية ويبقى تحليل دي ان ايه هو القطع الشك باليقين ويبقى ان انت تشتري الطيور من مصدر موثوق امر يعني لابد منه في يعني لما تجد تشتري طيور الفشر والروز ابعد عن شراء العصافير من مصادر غير موثوقة ابعد عن المحلات لان معظم يعني إلا ما رحم ربك يعني معظم أصحاب المحلات ما بقاش عندهم خبرة هو عايز يبيعه وخلاص دمت يا عم الحج دمت ذكر وأنثى يقولك آه ذكر وأنثى أنا عايز ذكر يقوم على تلك نتاية هو عايز يبيعه وخلاص مش فرق معاه يعني إلا قليل يعني فيعني ده كان فيديو النهاردة لا تنسى الضغطة والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله